عقد الرئيس عبد الفتاح حسيس اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء ومحافظة البنك المركزي بالاضافة الى السادة وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والمالية والتموين بالاضافة الى رئيس المخابرات العامة وهيئة الرقابة الادارية تم خلال الاجتماع عرض تقرير بشأن الهجوم الارهابي الذي شنه عدد من العناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح صباح امس بالاضافة الى الاجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة للتصدلة والتي اسفرت عن مقتل اكثر من اربعين تكفيريا واصابة العشرات منهم بالاضافة الى تدبير عدد من العربات المشاركة في التنفيذ كما استعرض الاجتماع الاجراءات التي تم اتخاذها لملاحقة باقي العناصر التي فرت هاربة كما شهد الاجتماع استعرض المستجدات على صعيد سوق النقد والاوضاع الاقتصادية والمالية حيث عرض السيد محافظ البنك المركزي التطورات المرتبقة لقرار رفع سعر الفائدة على الايداع والاقراض مشيرا الى تلك الخطوة تاتي لضبط الاسواق وللتخفيف على المواطنين من اثار ارتفاع الاسعار والعمل على استقرارها اشتركوا في القناة